السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دورة جديدة وبسيطة عن الميطة طاق الميطة طاق مهمة جدا جدا داخل صفحة الويب أنت حين تقوم بإنشاء صفحة ويب وتريد أن تقوم بعمل واستضافة فمهم جدا أن تعرف ما هي الميطة وأن تستخدم الميطة الميطة هي وسم يتم استخدامها داخل الاشتاميل داخل وسم الهيد أو طاق الهيد لكن هي لا تعرض مع الصفحة مثل الوسم الأخرى هي خاصة يعني هي أوامر تستدعم للمتصفح لإبراز عناصر الصفحة والميطة طاق أو الميطة داتا تعني وصف البيانات يعني كيف تجعل الموقع الخاص بك يظهر بشكل جيد وتكون المعلومات الخاصة بك جيدة يعني كل هذا يتعلق بالسيو إن شاء الله في هذه الدورة البسيطة سنتعرف على بعد يعني الميطة المهمة جدا جدا التي يجب عليك أن تعرفها والرئيسية لأنها توجد لكثير من الأوامر لكن إن شاء الله سنتعرف على الأهم والرئيسية بالنسبة للميطة كما قلنا أنها تكتب داخل وسم العيد أوكي جيد أوكي سنبدأ بكتابة الميطة يعني نقوم بفتح وسم الميطة بهذا الشكل ثم نقوم بإغلاقي بهذا الشكل يعني هنا داخل الميطة لدينا عدة أنواع أوكي سنبدأ بأول عنو يعني أول نوع وهو التتل أوكي التتل نقوم بكتابة هكذا يعني اسم النوع يساوي تتل بهذا الشكل ثم هنا نقوم بوضع باراميطة آخر اسمه المحتوى العنوان مهم جدا يعني العنوان ليس العنوان الذي يظهر للمستخدم في الرابط ليس هذا يعني أو هذا العنوان يعني ليس هذا التتل بل هذا التتل هو يظهر في محركة جوجل يعني حين تقوم بالدخل إلى موقع معين فأنت تجد العنوان الخاص بعد الموقع أوكي مثلا سنقوم بكتابة مثلا أو نقوم مثلا بكتابة بروغرامينج بهذا الشكل أوكي جيد هذا أول واسم لدينا كذلك ميطة نوع آخر سأقوم بجعل هذا copy هذه الشكل جيد أقوم بنسخي في كل مرة أريد أن أشرح لكم نوعه بسط لدينا النوع الثاني وهو الـ description وهو وصف لهذه الصفحة بالنسبة للوصفة أنت تصف مثلا هذا الموقع أو هذه الصفحة ماذا تحتوي بالدوت أو على ماذا تتكلم بالدوت مثلا سنقوم هنا بكتابة مثلا 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 all about all about the programming يعني هذه الصفحة تتكلم على كل ما يتعلق بالبرمج جيد يعني هذا الـ description هو الوصف الوصف الخاص بتلك الصفحة لدينا كذلك نوع آخر أو اسم آخر key words key words يعني وهي الكلمات المفتاحية الخاصة بالصفحة وهي مهمة جدا في المحركات البحث جوجل مثلا يعني يجب أن تختار كلمات المفتاحية يعني تكون دقيقة جدا يعني مثلا أنت تتكلم عن الـ programming مثلا فالكلمات المفتاحية ممكن أن تقوم بكتابة مثلا web, mobile, desktop أو لغات برمجية بهذا الشكل مثلا key words مثلا الكلمات المفتاحية مثلا يجب أن تقوم بكتابة كلمات المفتاحية الخاصة بالصفحة بالضغط مثلا أنت تقوم بوضع صفحة خاصة بعالم مثلا السيارات فأنت تقوم مثلا في key words مثلا بإدخال أنواع السيارة مثلا أو أنواع الهواتف أو الشيء من هذا القبيل جيد لدينا لدينا نوع آخر من الميطة وهو الآثور أوكي وهو المؤلف يعني من الاسم يعني تظهر لك المؤلف مثلا أو الكاتب الخاص به مثلا كتبوا للمعني أبدو الحفظ جيد هنا لدينا كذلك ميطة كاركتر كاركتر أوكي وهذا كذا بالشكل نقوم بحذف هذا بالشكل يعني هي لا تقوم بكتابة النهم تقوم بكتابة شارسة بالشكل وهنا نقوم بكتابة نوع يعني الشارسة تعني ما الرموز الذي تريد أن تقوم باستخدامه في الموقع ومن أشهرها يعني ومن أشهرها يوتا اف ثمانية يعني تعني أنك ممكن أن تستخدم جميع الرموز جميع الحروف بدون أي مشكلة يعني مثلا إذا كنت تدعم هذه الصفحة تدعم اللغة العربية فأنت حين تقوم بكتابة يوتا اف ثمانية فهذا يعني أن الصفحة تدعم اللغة العربية أو اللغة الإنجليزية يعني واحد أكثر استخدامة لأنه عالمي جيد يعني وضروري أن تقوم بوضعها لأنه مهمة جدا لدينا كما قلنا يعني لدينا التاتل العنوان لدينا الوصف لدينا الكيوورس لدينا الكلمة المفتاحية لدينا الأوثور يعني المؤلف ولدينا الفيو بورت لدينا الفيو بورت وهي مهمة كذلك وهي أن تجعل الصفحة متناسبة أو متناسبة مع الجهاز الذي قام بالدخول إلى هذه الصفحة يعني سواء من الهاتف أو من حسوب أو من طابلت أو كي فيو بورت يعني الفيو هي المشاهدة بهذا الشكل أو كي ثم هنا سنقوم بكتابة هذا المحتوى الذي جعله يتناسب مع جميع الفيوز أو كي نقوم بكتابة هنا ويتس ويتس يساوي دوفايس دوفايس ويتس بادي الشكل وكي ثم أدع فاصلة ثم هنا أدع إنيسيال سقال يساوي وان ضد زير أوكي يعني أنني أجعل الصفحة متناسبة أو تتوافق مع الجهاز أو الفيو الذي تم الدخول إليها منه أوكي جيد لدينا كذلك وسم آخر وهو مهم جدا هذا الوسم صراحة أنا أستخدمه وهو مهم جدا سنقوم بحذف هذا النام بهكذا لأننا نستخدمه النام نقوم باستخدام الهتة تي بي هتة تي بي هتة تي بي بالشكل أوكي الهتة تي بي كيف وهي تعني فيها عدة قيم لكننا سنستخدم قيمة يعني تستخدم كثيرا وهي ريفرش ريفرش أوكي ريفرش يعني إعادة تحميل مثلا أوكي وهنا في الكنتنت نعطي مثلا الواقس مثلا إذا قمت بكتابة خامسة بعد الشكل فهذا يعني خمس ثواني يعني حين أقوم بتشغيل مثلا هذه الصفحة بعد خمس ثواني سيتم عمل لها ريفرش سيتم لها عمل ريفرش أوكي لكن هنا في هذا التطبيق لن يظهر أي شيء لأنه لا يتم إظهار الصفحة للبراوزر يعني بعد خمس ثواني يتم عمل ريفرش للصفحة أوكي جيد ممكن أن تقوم بإضافة شيء آخر أنه بعد خمس ثواني يتم الانتقال إلى مثلا صفحة أخرى أو إلى رابط معين أوكي مثلا تدع هنا نقطة فاصلة ثم أقوم بكتابة مثلا اليوريل يساوي الهدد نقطتين مثلا سيتم ذهاب إلى صفحة جوجل مثلا .google .com يعني بعد من خمس ثواني سيتم الذهاب إلى موقع جوجل ممكن أن تضع هنا مثلا اسم صفحة أخرى في موقعك مثلا أوكي وصلنا لها سيتم الانتقال إلى جوجل من هذا التطبيق جيد قام بالذهاب إلى جوجل يعني مثلا إذا كانت لدينا صفحة أخرى فممكن أن تقوم بوضع اسم الصفحة هنا وسيسم الانتقال إلى الصفحة هذه يعني الرفريش هي مهمة جدا في التطبيق الحساسين حين تقوم بإنشاء تطبيق حساس جدا وتقوم بإعطائه لعامل وهذا العامل ينسى ويدع التطبيق مفتوح فأنت تجعل له قيمة دقيقة مثلا يتم عمل له ريفريش للصفحة وأخذه إلى صفحة الوغين حتى تغلق الابليكاشن من جديد يعني هذه هي الميطة الأكثر استخداما في صفحة الويبو وهي مهمة جدا التطبيق الكيوورس أوتور وكذلك الاشتراك ويب يعني توجد عدة عدة أوامر أخرى أو كومنت لكن هذه هي الرئيسية والأكثر استخداما ولا تنسى دائما أن تقوم بوضعها في موقعك أتمنى أن تلين أجبكم هذه الدورة البسيطة ولا تنسوا الاشتراك وإلى اللقاء